اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا تحت تأثير ابتزاز عطفي وعلاقات كتير ممكن تعطي سنين تحت الضغط ده يبا هوا ده الثلاث حاجات اللي انا لو بحس بيهم دلوقتي في العلاقة اللي انا فيها انا كده تحت الابتزاز العطفي تحت بوطقة او نطاق الابتزاز العطفي بالضبط طيب إزاي أنا أعدي الابتزاز العطفي سواء كنت أو سواء كانت هي ما زالت في العلاقة وعايزة تعمل تويست عايزة تعمل التحول أو بتتشافى بعد العلاقة أو تتشافى بعد العلاقة الأول عشان نعالج أي حاجة لازم نعرف سببها إيه؟ يعني ليه أنا وقعت فريسة للابتزاز العطفي مش حد تاني؟ أوكي؟ معنى أن أنا وقعت فريسة للابتزاز العطفي إن أنا عندي مشاكل جوة أنا عندي عدم تقدير ذات كفاية وعدم استحقاق أكيد لو أنا عارفة قيمة نفسي كويس أوي؟ لو أنا عارفة استحقق إيه كويس أوي؟ حيبق أولويتي النفسي مش حاجة على نفسي عشان أرضي طرف تاني ولا حفكر فيه قابلي مش حبقى مضطرة ولا حبقى في حالة خوف لأ أنا مش مرتاحة حمشي صح؟ دي حاجة تاني حاجة لو أنا عندي جلد ذات لو أنا بطبيعتي شخص عندي طول الوقت لوم جلد ذات وده بيبقى بيركع للتربية يا ردوى الأهالي اللي طول الوقت بيهددوا اللي طول الوقت بيقنبوا أولادهم اللي طول الوقت أنت لو ما عملتيش كذا مش أحبك أنا مضحية وجاية على نفسي وما بتجوزش بعد ما سبت باباكو عشان كو فطول الوقت عندهم جلد ذات طول الوقت حاسين أن هم مسؤولين عن إرضاء اللي حواليهم على حساب نفسهم دول اللي بيقعوا فريسة للابتزاز العطفي فاحنا لازم نخش بقى جوه ندور على الأسباب من جزرها ونعالجها أصلي كلمتين مش هيكفوا يعني مش كفاية أن أنا أقول لك خدي بالك أنت تحت بتزاز عطفي وهربي لا ما أنا مش عارفة ما أنا حاسة يعني هي أكيد بتبقى حاسة أنها تحت ضغط طول الوقت أكيد بتبقى حاسة أنها كلما تيجي تمشي يقول لها أنا هيحصل لي أنا بسببك انهارت أنا بسببك مش عارف حصل لي إيه أنا خسرت شغلي بسبب ضغطك علي صح حاجات كده كتير لما واحدة تهدد واحد مثلا أنا هنتحل لو يسبتني أنا حياتي يوقف عليك فعلاقات بتستمر من الطرفين يعني عشان نبقى برضو محايدين فبتبقي طول الوقت جاء لنفسك فأنا لو حلت مشاكلي من جزرها لو رفعت تقديري النفسي تقدير الذات والاستحقاق وعليكت مشاكل جلد الذات اللي هي من الطفولة خلاص مش هفكر غير في نفسي الأول ودي مش أنا نية يعني أنا ما ينفعش دايما بشبه بحاجة ردوى أنا روحي نفسي دي الطفل اللي جوايا ده ده طفل جوايا روحي صح أنا ما ينفعش ابني يبقى محتاج لحاجة جعان ومعيش غير صاندويتش واحد وديه لحد تاني وابني بيعاية جواه ده اللي بيحصل في الابتزاز العاطفي حد بيجي بيتمسكنلي شوي فاديه لأكل وابني جواه بيعاية طب اللي قدامي ده هيحترمني هيقدرني وانا سايفة ابني بيعاية نوي فما حدش هيقدرني وانا بجي على نفسي عشانه بالعكس هيعتبر عطائي حق مكتسب وحياخد أكتر وأكتر وحيستنزف ولو قصرت تأثير قد كده حب أنا اللي غلطان وحيدس علي لاني جيت على نفسي من الأول حلوة ويشتري التشبيه لأنتي قصي بتاع أنا جوية طفل مهم محتاجني ملوش غيري أنا أقرب حد لي فلو أنا أعملته مين هيهتم بيه لا وأنا أتفق معيك كمان النهاردة أنا لو لو بنتي قاعدة جنبي جعانة وفي قدامي حد وفيه صاندويتش واحد فأنا قلت له هاتي الصاندويتش هدهوله هو حياكل الصاندويتش مش هيحترمك صحة جدا بالزبط وحيطلب حيستنزفك وحيفهم إنه هو أغلى عندي من بنتي حيشوف بالزبط حيشوف نفسه كتير عليك فهيبدأ يجي عليك صح وكفاية أني موجود أنت عايزة إيه تاني أنا باخد بس أنا وجودي كفاية ما أنت من الأول وصلت له المسجر صح صح جدا طيب حديدك اللي بتقولي ده دلوقتي أن أنا أعالج من جوة أو أشوف إيه اللي نقصني من جوة أو كذا ده أثناء ما أنا بحبه وبتحب أثناء ما إحنا مخصوبين أو مرتبطين أو كذا أقول لحيك بتتكلمي على ما بعد انتهاء العلاقة أنا عادي جدا ممكن وحدة تجيلي وهي متجوزة وبتستنزف مش بس بتزيز عاطفي أنت عارفة العلاقات السامة أنواع مختلفة مش لازم أقولها روحي اتطلقي لا اشتغلي على نفسك من جوة الأول لما أنا أصلح نفسي من جوة وكون متوازنة ساعتها تقطي حتتغير معي فلما أنا تقطي تتغير أوتوماتيك بعد شوية تقطه حتتغير خلي بقليك الشخص اللي بيبتزك عاطفيا ده هو ممكن يكون مع حد تاني قطة صح؟ صح يعني هو شخصيته بتبقى على حسب اللي قدامه صح أنا محدش هيبتزني إلا لو أنا سمحت له بدا أنا ديته الصلاحية لده فلما أنا بصلح نفسي من جوة خلاص استطب اللي حنا فيها تقفلت مفيش في الأول حيتخض في الأول حيقاوم بس بعد كده هيلاقي إن هيتغيرت بجد فغزبة عنه هيلاقي نفسه بيتغير يا إما هت هي بقى سعيتها اللي ممكن تهدد لأن هي بقيت في محل قوة طيب دلوقتي في واحدة بتتفرج عليكي وجعل ابقالها سؤال مهم طيب أنا حامل اللي هي بتقول عليه مهم وحقاوم هذا اللي بتزازي العاطفي مهم مهم وهو كمان حياخد بالو زي ما انت قلت دلوقتي مهم إنه أنا لأ بقيت حاجة تانية بس ممكن يمشي ما هو لو مشي يبقى هو كده كده كان هيمشي ما هو لو مشي من علاقة لمجرد إن هو ما بقاش عارف يستنزفني طول الوقت طيب ما أنا اللي كذبان يا ردو ما هو أنا إيه اللي يخليني يعيش طول حياتي تحت تهديد طول حياتي قعدة بتهدد إن يعني لو ما عملتيش أنا هامشي لو ما عملتيش أنا هتجوز عليك لو طول الوقت مجبرة وباجي على نفسي عشان ترف تاني طب ما أشوف نفسي بقى ما هو لو مشي عشان أنا بقيت قوية وعرف تقيمة نفسي وبقى ليه حقوق طب ما أنا لو هختار اختار نفسي برضو صحة ولا لا الحياة متقاشة على حد يبقى هي الكذبانة صح إيه فعيدة حياة عيش هتول حياتي جاي على نفسي وبتهدد وبتعامل وحش طيب حضرك الوقت قلت إنا ثلاث حاجات ثلاث أشياء لو الستة حسب بيهم تفهم إن هي في نطاق كده اسمه الابتزاز العاطفي لكن أنا عايزة أتكلم شوية مش عالم عايزة أتكلم شوية كلام بلدي داري إيه المواقف اللي هي لو شفتها أو حصلت لها لو هي على الوقت بتتفرج علينا تعد تشوف كده مواقف ده لو حصل يبقى هي بتبتز عاطفيا يعني يري مواقف يعني مثلا لما واحد يقول لو واحدة اتفاعي اتفاعي الشيك بتاع الأكل خارجين اتفاعي انتي ماما عايزة هتلها هل ده بتتزاز عاطفي مثلا ولا طبعا وأنا نيا ففهمة عليه الشكلة فقولي لي كده شوية مواقف بالبلدي كده هي دلوقتي بتتفرج علي حضرتك تفهم هي في الحالة دي ولا لا طيب تمام عايزة أوضح حاجة بقى يعني السؤال ده حلو قوي ان كمان لازم ننوع على ان الموضوع ما يبقاش فردي يعني مش عشان حاجة حصلت مرة اقيسة عليها يعني عادي احنا كلنا ممكن غصبة عنا في اوقاتنا استعطف حد ان مش معنى كده ان انا شخص مبتز او ان ده اسلوب خياة لكن لو مرة عدت خلاص يعني مش هنقف عندها بس لو دايما طول الوقت مش بقى ندفعي لقد ادفعي ده ممكن يبقى بخيل ممكن يبقى طماع ممكن يبقى استغلالي مش شرط لكن لما يبقى بيضغط عليها من حتة ان انت مش عارف انا بتحمل قد ايه انا عليها مصاريف قد ايه وانت مش بتحس بحاجة انت ما بتعمليش انت كذا عشان يرغمها انها تعمل ده وهي متعاطفة معي وهي خايفة برضو ان يرمي لهم عليها تحس بالذنب ما هو لازم التلات محاور زي ما قلنا تتوافر الخوف الاضطرار مضطرة وحاسة بالذنب لو ما عملتش ده فلما يضغط عليها مضطرة يعني بتقبل حاجات هي مش في الكتالوج بتاعها اه لانها وخايفة ان هي تقول لا فتتساب عشان ابقى فهمتك صح تتساب او تتعامل وحش او يتقل عليها خلي بالك عشان فيه ناس بتخاف من مجرد ان هيتقل علي اهلو هيقولوا علي هو هيقول علي انا هيبقى شاكلي قدام ولادي الخوف انواع على فكرة من انواع الابتزاز العاطفي الخوف من ربنا الترهيب بشكل غلط اللي دايما بيقولوا لولادهم انت لو عملتش كده ربنا مش هيحبك انت لو عملت كده رح تروح النار ما هو ده ده على فكرة ابتزاز عاطفي صح الواحد بيبقى مضطر يعمل حاجة مش عايز يعملها لانه خايف ومضطر يعملها وهي على فكرة ممكن تكون الموضوع مش كده في تهويل فكرة الخيانة او الاهانة او الضرب او التلفز بقى الفاظ مش محترمة او غير لائقة او انه انت هتتفعي معي في البيت عشان انا سايبك تشتغلي خمس حاجات اللي انا قلتهم دول يندرجوا تحت الابتزاز العاطفي حسب بتحصل ازاي بمعنى يعني لو هو مثلا بيخنها وهو دايما محملها مسئولية انا بضطر اعمل كده عشان انت مؤسرة معايا ايه في البيت اه فدايما محسسها ان هي المسئولة عن اخطائه وبيستعطفها ان انت بصي بتخليها ملي انا مش راضي عن نفسي وانا بعمل كده بس انت مؤسرة وانت فيكي ويقارنها بغيرها ويقلل منها فبرضو بتبقى تحت التهديد والتخويف وبتبقى مضطرة وملزمة انها تعمل حاجات اكستريم حاجات يعني زيادة زيادة اه عشان ما يخنهاش فطول الوقت بتعمله وتلاقيها عملة تعمل عمليات تجميل عملة تروح تجيبوه وتعمله ومفيش حاجة عاجبة برضو فده بتزاز عاطفي طبعا الاهانة ومد الايد والشتايم وكذا ده تربية ولا بتزاز عاطفي الاتنين ما هي اللي بتزاز العاطفي برضو بيبقى راجع للتربية على فكرة بس برضو على حسب يعني باشتمك عشان انت عصبتيني اه ما هي اما انا بقولك حالك بتشمعي كده دايما انا مدت ايدي عليكي عشان انت استفزتيني وبتردي علي وبتعلي صوتك علي ده اسمه ايه على حسب برضو اتوفرت فيها كل الحاجات ولا مجرد حد بيزعق وبيضرب بس لأ ما هو ممكن يبقى بيزعق وبيضرب بس ما فيوش اي نوع من الابتزاز العاطفي تسلط وهو كده عشان انت مستفزة عشان انت لا ده ما فيوش ابتزاز عاطفي ده مش ابتزاز عاطفي ابتزاز عاطفي انه بعد كده يحسسها بالزمد ويحسسها باللوم ويحسسها انها مضطرة تستحمل مش بالشكل ده اللي هو هاديكي مثال اخر مثلا اثنين مخطبين اتخنقوا هو غلط فيها فهي شافت مثلا انها ما يصحش او ما ينفعش انها ترفعي سمط التليفون وتبدأ بالصلح لانه هو غلط فيها جامد جدا فبيعودوا مثلا خمس ايام عشرة ايام خمستاشر يوم اي ان كانت المدة وبعدين يتم الصلح بقا اي ان كان هي مثلا تبدأ او حاجة فهنا يقول لها انتي خلتيني حس بعدم الامان ده بتزيز ده بتزيز عاطفي طبعا انه طول الوقت يحسسها بالزمد وانها مضطرة تستحمل ومضطرة تيه على نفسها عشان خايفة تقسر اللي بتحبه او خايفة تبوز العلاقة لان هي المسؤولة عن استقرار العلاقة ده بتزيز عاطفي شكرا يسرين شكرا على ايجاباتك الوافية الكافية دي نعم واخر جملة برضو جملة تقيلة هو اللي بيحسسها انها مسؤولة عن العلاقة رغم المفوض ان هم الاثنين مسؤولين عن استمرار العلاقة ونجاح طبعا العلاق صحيح انا ممكن اقول حاجة اخيرة بس حاجة في النص كده احنا عدناها لما سألتيني انه ممكن انها يسبها لما تتغير بالنسبة كبيرة لا بالعكس بيتمسك بيها اكتر لان الطول ما هي بتيجي على نفسها هو مش شايفة ومش حاسس بقيمتها لان الحاجة المضمونة قوي ما بنشوفهاش بس لو حسن هي بتخرج عن سيطرته بيحس بقيمتها بنسبة كبيرة ده اللي بيحصل فعلا طفخ معاك جدا 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 نورتي الدنيا كلها الشيء مش كيليك جدا مشاهدتي يا عزاتي وابنتي اهل حبيبات شوفكم على الف خير حلقة جديدة من هي وبس